السادة المشاهدون أصعد الله أيامكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلبونت العريض بلبونت العريض هي مساحتنا على شاشة البلد نحلل نتناول قضايا الراهن السياسي السوداني من بوابة أخبار الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم وبداية حلقتنا بالعنوين البرهان لم نوقع اتفاقا ثنائيا مع أي جهة ومن الوكالات محمد الفكي إزالة التمكين عائدة لتفكيك تمكين الإسلاميين صحيفة اليوم التالي تعنوين عرمان المناخ السياسي لا يبشر بحل صحيفة أخبار اليوم عاد الخلف الله لا صحة لإجازة مركزي التغيير للاتفاق الإطاري صحيفة الحراك السياسي الشيوعي التسوية في صالح الرأس مالية الطفيلية وفي الأخبار الرياضية مدرب المريخ يعلن قائمة الفريق لمباراة الشرطة القضاري وختام الأخبار الرياضية مدرب الهلال يكشف عن سر جديد بشأن مباريات الممتاز إذن فقرتنا التحليلية بعد الفاصل أهلا بكم مجددا مشاهدين الأفاضل أسعد جدا أن يكون في فقرتنا التحليلية لليوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ البخاري بشير أهلا بك مرحبا بك ومرحبا بالمشاهد الكريم أهلا بك أستاذ إذن لأول أخبارنا لهذه الحلقة من صحيفة الانتباهة البرهان لم نوقع اتفاق ثنائيا مع أي جهة قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الجيش لم يوقع أي اتفاق سياسي ثنائي مع أي جهة مؤكدا موقف القوات المسلحة الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ إبريل 2019 دون أي تراجع جاء ذلك خلال مخاطبته أمس الأربعاء لجمع من كبار ضباط الجيش وقوات الدعم السريع الذين أبلغهم بأن أي تصيغة توافقية تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية وتتوافق عليها القوى السياسية ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة متعهدا بعدم التفريض في وحدة المؤسسة العسكرية بما في ذلك قوات الدعم السريع إذن أستاذ بخاري ما تعليقك على حديث قائد القوات المسلحة بالتأكيد خاطب عدد من الضباط في عدد من المخاطبات السابقة لكن دعنا نقف على هذا الخطاب لهذا اليوم نعم خطاب الأمس جاء النفي صريح بصريحة العبارة إنه لم نوقع اتفاقا ثنائيا مع أي جهة ولكن هذا النفي بالتأكيد لا يعني أنه ليس هناك إجراءات ولقاءات متواصلة تمت ما بين المكون العسكري وما بين الحرية والتقيير المجلس المركزي النفي القاطئ لسيدة البرهان هو حقيقة لأن هذا الاتفاق لم يوقع حتى الآن وإنما هناك جلسات ثنائية تتم بين الطرفين لتغريب وجهات النظر للاتفاق حول بعض النقاط المطروحة في وثيقة المحامين حديث السيدة البرهان بالأمس أنا في تقديري هو خاطب الإحساس العام داخل القوات النظامية وبالأخص الضباط فوق ردبة العميد لأن هناك شبه رفض كامل لمسألة أي تسوية ثنائية تتم لإعادة الفترة السابقة فترة ما قبل 25 أكتوبر أو فترة الشراكة القديمة ما بين القوى التغيير وما بين العسكر هناك رفض عام لتلك الحقبة لما تخلى لها من فشأ العام في إدارة الدولة وما تتخلى لها من خطاب إقصائي لأطراف عديدة في الساحة السياسية وهي أطراف فاعلة بكل تأكيد هذا الرفض الكبير لأي تسوية ثنائية جعل من الصعوبة بمكان للطرفين للمجلس المركزي للحرية والتغيير أو للجانب العسكري الذي يمثل الفريق البرهان أن يخرج هذا الاتفاق إلى العلن لذلك لاحظنا كثيرا في الفترات السابقة أن تتجه كثير من الأطراف لنفي وجود تسوية ثنائية وإنما هم يسعون لدعوة أطراف أخرى لتكون تابعة لهذا الاتفاق ولكن بالتأكيد طالما أن الجلسات الأولى ضم الطرفين فقط فإن الاتفاق سيكون ثنائيا لأن هذا الطرح لم يطرح لكل الساحة السياسية لم تضاف أحزاب وكتل موجودة الآن في الساحة ولها تأثيرها القوي لهذا الاتفاق إلا من خلال إضافة البصمة أن تأتي تابعا في الأخير وتبصم على هذا الاتفاق أيا كان هذا الاتفاق ولكنك لست بطرف أصيل في الحوار وفي التفاوض لخروج هذا الاتفاق أنا أفتكر أن هذا الرفض جعل من الصعوبة بمكان لأي طرف أنه يعلم أن هناك تسوية ثنائية تمضي وتخرج للشارع السوداني إذن أستاذ بخاري هل يمكننا أن نتنبأ بأن كلمة تسوية ثنائية هي مربط الفرص هنا يعني كلمة ثنائية تدل على وجود الحرية والتغيير والتي يمكن أن تكون هي السبب في رفض بعض المكونات لهذه التسوية لكن ماذا إذا ضمت الطاولة أعداد أكبر من المكونات نعم بالتأكيد هو الرفض الكبير جدا لكلمة التسوية الثنائية أن هناك تسوية وهذه التسوية الثنائية وليست تسوية شاملة لكل الأحزاب والكتل السياسية في الساحة طبعا بالتأكيد أنه لا يمكن أن تغنعني أن هذه التسوية تسوية شاملة والتفاوض منذ أن بدأ وحتى الآن يستمر بين طرفين فإذا كانت الرؤية لتوسيع المشاركة في هذه التسوية للخروج برأي جماعي متفق عليه أو على الأقل بتحقيق إجماع مقبول في الساحة السياسية ينبغي أن تضيف آخرين لطاولة التفاوض الآن طاولة التفاوض فقط تقودها الحرية وتغيير المجلس المركزي ومن الطرف الآخر يقودها الجانب العسكري ممثلا في الفريق المرهان بعين من ممثلي المجموعة العسكرية فإذا لا يمكن تسوية أو لقاءات بهذا التوصيف لا يمكن أن تصفها بأنها شاملة أو أنها تضم آخرين في الساحة السياسية إلا كما قلت لك ممكن أن تضم آخرين ولكن بمبدأ البصمة فقط أنت تأتي وتجد الأمور جاهزة والنقاط جاهزة والاتفاق جاهز وإنما تقول موافق عليه وتوقع عليه أنا أفتكر أنه مثل هذه التوسعة في المشاركة لا تعني بقية الأطراف لأنه إذا أنا كنت تكتل سياسية محددة أنت لم تجلس معي لشكل ولنقاط هذا الاتفاق إذا فما الداعي لأنه آتي في آخر المطاف لأوقع على اتفاق أنا لست طرفا فيه فإذا أي حديث عن أن هذه التسوية الماضية الآن هي تسوية تضم آخرين في الساحة السياسية هي تكون مخالفة ومناقضة لهذا المبدأ هي ليست اتفاق كامل وإنما اتفاق سنائي بين طرفين وترفض بقية المكونات في الساحة السياسية إذن في رؤيتكم الشخصية للمستقبل القريب هذا الاتفاق هل يمكن أن يجهط على المدى القريب أم هناك بوادر طيبة لحدوث هذا الاتفاق وحدوثه على أرض الواقع بالتحديد أنا في تقديري أن إعلان هذا الاتفاق بهذا الشكل واجه العديد من الصعوبات في هذه الفترة وهو للتمدد الكبير في مسألة المعارضة لأي اتفاق سنائي بين طرفين وإعادة تجريب المجرب السابق أو العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر حتى أن الجانب العسكري نفسه إذا قبل بهذه التسوية يكون ناقض القرارات التي صدرت منه والتي استمر بموجبها في السلطات حتى تاريخ اليوم أنا في اعتقادي لا يمكن للمكون العسكري أنه يتراجع بهذه البساطة فالآن المعارضة الكبيرة لهذا الاتفاق جعلت من الصعوبة مكان أنه يمضي إلى الأمام وحتى نلاحظ ذلك في بعض التصريحات في الساحة السياسية خاصة من جانب الحرية والتغيير أنه كما قال لا ياسر عرمان بالأمس أنه المناخ العام هو ليس مواتيا لأي تسوية طالما قال أنه يستمر العنف ويستمر الاحتقال السياسي فهذا دليل على أن هذا الاتفاق يواجه العديد من العقبات وأنا في تقديري أنه لن يصل إلى نهايات كما مؤمن له من الطرفين ولكن قد يكون الجانب العسكري مرقما ومجبرا على تشكيل حكومة في الفترة القادمة تكون حكومة غير حزبية حكومة مستقلة من كفاءات وطنية وهذه الحكومة توضع أمامها عدد من الملفات هي تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية والاستعداد أو تحديد أجل لانتخابات هذه الانتخابات هي التي تحدد من الذي له الحق في التفويض بأنه يحكم الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة وبالتأكيد الحكومة الجديدة أو المتوقعة لا بد أن تحدد سكف زمني للفترة الانتقالية وإلا سيكون الأمر غير واضح بالنسبة لمؤسسات الدولة والفترة الانتقالية إذا لم يحدد أجل ميقاتي لهذه الفترة إنها تبدأ في تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا وأن تذهب الأحزاب كلها بتكويناتها بتشكيلاتها بتحالفاتها لوضع برامجة للمواطن السوداني ونعتقد أن هذا المواطن صبر بما فيه الكفاية ثلاث سنوات في فترة الحكومة ما بعد الثورة ثم سنة الآن وتزيد قليلا بعد قرارات البرهان والدولة غير مستقرة في كل الصحود وكل القطاعات والمواطن السوداني يجابه لوحده أزمات معقدة جدا في جانب الاقتصاد وفشلت الدولة في إنها تقف إلى جانب المواطن في الإشكال الاقتصادي على وجه التحديد وبل كانت الدولة نفسها في الفترة السابقة وفي هذه الفترة داعما لمسألة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين نعم بما أنك ذكرت قضية المواطن واهتمام المواطن هناك عنصر بالغة لأهمية لربما لا يجهز على طاولة الحوار الآن ألا وهو الشارع الشارع قد يكون حجر عثرة في طريق هذا الاتفاق ولربما يكون الدافع لحدوثه بشكل أقرب فكيف يمكن ضم الشارع لهذا الاتفاق نعم بكل تأكيد الملمح العام في الشارع الآن هو رافض لأي تسوية مع العسكر لأنه طبعا الشارع لجان المقاومة والشباب الثائر في الشوارع لا زال يستمر منذ 25 من أكتوبر 2021 مستمر في المليونيات والمواكب بشكل شبه دائم وهذا التفاعل الثوري دليل على أنه يرفض المآلات السياسية الموجودة الآن ويرفض حتى مبدأ التسوية نفسه ما بين الحرية والتضيير المجلس المركزي وما بين المكون العسكري لأنه إذا قبل بهذه التسوية لربما أخر الخروج في المسيرات والإحتجاجات المستمرة إلى ما بعد خروج هذه التسوية بشكلها الأخير ولكن الآن الشارع مستمر في تفاعل الثوري وهذا دليل على أنه يرفض هذه التسوية أيضا التسوية مرفوضة من أطراف أخرى أنا أعتقد أنها برضو لها تأثير في الشارع السياسي مثل الحزب الشيوعي الذي يرفع يعني مبدأ الحل الجزري والحزب الشيوعي أيضا له يعني تأثير داخل لجان المقاومة له تأثير داخل تجمع المهنيين وله عناصر عديدة داخل هذه الواجهات والمسميات يستطيع أيضا أن يحرك الشارع ضد هذه التسوية السنائية وأنا في اعتقادي أن التسوية الآن هي لا تجد القبول من الجانب من فقط الأحزاب الحرية والتغيير في الشارع مثل لجان المقاومة والحزب الشيوعي لوحدهم ولكن هناك كتل رئيسية في الساحة السياسية أيضا هي تعارض هذه التسوية مثل كتلة نداء السودان التي تجمع داخل عدد من الأحزاب وعدد من المكونات وعدد من الاتحادات والإدارات الأهلية أيضا هناك كتلة ثانية هي الكتلة الديمقراطية أو الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي بالأمس أعلنت عن مسمى رئيس له سيد جعفر الصادق المرغني وينوب عنه مباشرة بعض القوة في سلام جوبا وهو دكتور جبريل إبراهيم والمسؤول السياسي هو مني أركو منناوي وتضم أيضا تحالفات أخرى من بينها تحالف المجتمعي الخاص بمبارك أردول وعلي عسكوري هذه الكتلة أيضا هي كتلة مؤثرة جدا هي ترفض الاتفاق الثنائي وكتلة نداء السودان والكتلة الثالثة هي كتلة الشارع الذي تفضلت بذكره تمثل لجان المقاومة تجمع المهنيين الشباب الثائر الآن ومن طرف آخر معهم الحزب الشيوعي الذي يرفض كل الأطروحات الموجودة الآن في الساحة فإذن هذه التسوية لا تجد أي توافق في الساحة الآن وفي اعتقادي إنها لن تستمر بهذا الشكل المعلن عنه لنهايات تأتي بحكومة فقط صناعية لا أعتقد أن ذلك سيكون في الغريب يعني نعم إذن أستاذ بخاري دعنا ننتقل لثاني أخبارنا لهذه الحلقة محمد الفكي إزالة التمكين عائدة لتفكيك تمكين الإسلاميين توعد رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالإنابة محمد الفكي سليمان بالعمل على تفكيك تمكين نظام الجبهة الإسلامية وأوضح في مؤتمر صحفي أمس على هامش حملة لإطلاق صراح عضو لجنة التفكيك واجد صالح أن ما يحدث يعد اهتزازا في مؤسسات العدالة مردفا هذا خطر على البلد نحن نريد إصلاحها لكنها تقاوم باستمرار عملية الإصلاح وقال الفكي من الصعب إصلاح الأجهزة العدلية لافتا إلى إجازة القانون في نهاية عام 2020 وإلى أنها كانت تقاوم الإصلاح وتريد الاحتفاظ بالهوية السياسية بسبب بعض عناصرها على حد تعبيره وأرضف الفكي قائلا وجد صالح رفض الحديث إلا بعد حضور محاميه ولم ترفع عنه الحصانة حتى الآن وقال الفكي إن اللجنة عائدة وراجحة وزاد قائلا لم ننجس سوى 15% فقط ونحن نحتاج إلى خمس سنوات إلى ما بعد الانتخابات وأبان أن اللجنة الجديدة هي بنت الثورة والجهاز الوحيد الذي بني من العدم وأضاف قائلا نحن على استعداد لتمليكها المستندات والوثائق في إطار الحرب على الفساد إذن محمد الفكي سليمان دائما ما يثير الجدل ببعض العبارات والتغريدات ما رأيك في هذه التغريدة؟ نعم السيد محمد الفكي بهذا الحديث هو يعني يجافي حكمة السياسي المعروفة والمحهودة لأن دائما ممارسة العمل السياسي يجب أن تأتي بغدر من العقلانية أنا في اعتقادي هذه التصريحات هي عودة إلى الفترة السابقة التي كانت تتسيد فيها المشهد لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وواحد من الأسباب الرئيسية التي جعل هذه اللجنة أنها لا تحقق الهدف الأساسي منها هي أنها لم تلتزم جانب القانون وكانت هي فهي نفسها لجنة فوق القانون وحتى أن لجنة الاستئنافات الخاصة بها لم تشكل في ذلك الوقت ما جعل أن أي قرار يصدر عن لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو كان قرار ساري المفعول ولا يستطيع حتى الغضاء السوداني أنه يعارض ذلك القرار أنا في اعتقادي أن المؤسسات العدلية الآن بمراجعة لتلك القرارات وإحقاق الحق هي أعادت من جديد لمبدأ سيادة القانون أنه يسود بين الناس وأنه يعني يصبح النظام العدلي والقضائي هو النظام مشرف ولا يخيف أي أحد يعني إلا أولئك الذين أفسدوا في المال العام أو في الحقوق الخاصة فإذا أنه النظام العدلي والقضائي يعود من جديد ليحكم في عدد من الغضايا المرفوعة عنده ويبطل العديد من القرارات للجنة التفكيك بالتأكيد هذا دليل واضح على أن تلك القرارات السابقة لم تكن بوجه العدالة المطلوب في ذلك الوقت أن يأتي الآن محمد الفكيس ليماني ويقول مثل هذا الحديث هو يعني يرجع المسألة للخلافة السياسي الحاد ما بين الأطراف والمنوعات السياسية وأن هذا الخلافة الحاد في السياسة يتحول إلى عداء مستحكم بين الأطراف وينشط فيه خطاب الكراهية وخطاب الإقصاء لا أحد بالتأكيد من الشعب السوداني أو من كل المكونات السياسية يقبل بوجود الفساد في مؤسسات الدولة ويعني إذا أشتعي إنسان سوداني هو يكره الفساد ولكن هذا الفساد هناك تراتبية قضائية محددة لمكافحته وإنه يجب أن لا يكون مكافحة الفساد باب لفساد آخر فعديد من السياسيين مع إعادة مفوضية الفساد من جديد لتعمل وفق الأحكام القضائية المعروفة والمتعارف عليها ولكن ليست لجنة هذه اللجنة ممكن أن نصف بأنها لجنة سياسية في المقام الأول لتقوم مقام القانون هذا يتنافى مع مبدأ الغانون نحن لسنا مع الفساد ولكننا مع الإجراءات القضائية الصحيحة حتى لا تكون هذه القضايا في موقع إنها تنقض من جديد أي قضية تترك للغضاء السوداني لتجربته الكبيرة والنزاهة التي يشهد بها التاريخ أنا في تقديري ستصل إلى نهايات عادلة ونهايات حقيقية تعجب كل السودانيين هذه التغريدة لربما عول فيها محمد الفاكسليمان كثيرا على عودة لجنة إزالة التمكين في رأيك هل يمكن أن نرى عودة لهذه اللجنة مستقبلا في حالة حدوث تسوية أو عدم حدوثها؟ أنا لا أعتقد أن لجنة إزالة التمكين ستأتي بنفس الشكل القديم كل الأطراف السياسية هي معا أن تفكك النظام القديم ولكن هذا التفكيك يكون مبنيا على أطر قانونية سليمة لذلك في اعتقادي أن هذه اللجنة قد تأخذ مسمى آخر بأن تصبح مثلا مفوضية للفساد وتقوم بعملها من خلال كادر قانوني حقيقي هو يعمل مبدأ العدالة أولا وتكون وفق التراتبية في العمل القضائي المعروف أن تكون هناك محاكم أولية ثم محاكم استئناف ثم محكم عليا ثم أخيرا محكم دستورية وبعد ذلك إذا حكمت هذه المحاكم في كل مراتبها القضائية على أي جهة بأنها أفسدت إذن يكون هذه الجهة قد أفسدت وهناك مستندات حقيقية وبعد ذلك يستحق هذا المزنب أي عقوبة تصدر في حقه سواء كانت بالمصادرة سواء كانت بإعدامه سواء كانت بسجنه لفترات طويلة وهنا لا يكون هناك لأي طرف الحق في نقب مثل هذه الأحكام ولكننا ضد أن تأتي لجنة التمكين بذات التوصيف السياسي السابق فقط لتعمل سيف التشفي من آخرين فقط لأنهم يخالفونها في الرأي السياسي إذن أستاذ دعنا ننتقل لصحيفة اليوم التالي والتي عنونت عرمان المناخ السياسي لا يبشر بحل شدد القياد بقوة الحرية والتغيير المجلس المركز ياسر عرمان على أن إصابة 58 ثائرا في مواكب السابع عشر من نوفمبر الماضي لا يؤشر إلى أن البلاد تمضي في طريق الحل السياسي وقال عرمان في تغريدة على تويتر أمس الحل السياسي يحتاج إلى مناخ يحترم حقوق العمل السلم الجماهيري وإجراءات حادة لتهيئة هذا المناخ أضاف قائلا في طريقنا لعزاء الشاعر الكبير صلاح حاج سعيد كانت المنطقة المجاورة لمنزله في حين مرتلات العريق بالخرطوم عبارة عن ثكنة عسكرية يتصاعد منها البنبان ولم نتمكن من أداء واجب العزاء أستاذ كيف تقرأ تغريدة ياسر عرمان في ظل هذه الظروف نعم هو يتحدث عن أن المناخ السياسي غير مواتيا لأي تسوية وهذا يعيدنا إلى موضوع التسوية الذي نقشناه بداية الحديث بأنها تواجه عدد من الصعوبات وعدد من العقبات أهمها كما أشرنا إلى ذلك هي المعاربة الكبيرة لهذه التسوية من الوسط السياسي الآن عرمان يتحدث عن الجو العام إنه لا بد أن تهيي الجو العام لأي تسوية سياسية وطبعا يتحدث عن جانب استمرار العنف واستمرار إطلاق البنبان على المجموعات التورية المختلفة وبالتأكيد طبعا هذا الحديث هو حديث صحيح ولكن هل الطرف الذي يعني يضرب بالبنبان هل هو توقف عن هذه الممارسة هو لم يتوقف عن الخروج اليومي لم يتوقف عن المواجهة المستمرة للقوات المعنية بإنهاء حالات الشقب المعروفة لذلك تستمر هذه الحملات حملات الكر والفر بين العسكريين وبين الثوار أنا في تقديري أن الأخ ياسر عرمان يجب أن يطرح مثل هذه الاشتراطات داخل طاولة التفاوض هو الآن يجلس إلى جانب الطرف العسكري في طاولة واحدة لمناقشة التسوية لماذا لا تطرح مثل هذه القضايا من داخل طاولة التفاوض حتى تصل فيها البلاد لشكل واضح من تهيئة للبيئة العامة لأي تسوية سياسية قادمة أيضا حديث عن إطلاق صراحة السيد وجدي صالح بحسب تصريحات سابقة أن السيد وجدي صالح هناك بلاقات في شخصه وفي آخرين من المنضوين للجنة تفكيك النظام السابقة هذه البلاقات من أطراف مدنية هي ليست من أطراف رسمية يعني هي بلاقات حق خاص لذلك لا يمكن إطلاق صراحه بهذا الشكل وهذه مسألة يعلمها القانونيون ويعلمها وكلاء النيابات وإن كان هناك أي فرصة لخروجه بالضمانة العادية لفعل وأنا لا أعتقد أن هناك إشكال محدد تجاه وجدي صالح إذن سيد دعنا نخرج لفاصل قصير ونعود نستكمل حلقتنا لهذا اليوم من بلبونت العريض عودة مجددا مشاهدين الأفاضل نستكمل حلقتنا من بلبونت العريض وهذه المرة إلى خبر من صحيفة أخبار اليوم عاد الخلف الله يصرح لا صحة لإجازة مركزي التغيير للاتفاق الإطاري قال القياد بحسب البحث الاشتراك العربي عاد الخلف الله إن خبر إجازة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لاتفاق إطاري نهائي ليس صحيحا البتة وكتب خلف الله في تدوينة على فيسبوك تناقلت عدة وسائط إعلامية عن انتقال أن اجتماع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري قد أجاز مسودة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي مع الجانب العسكري حسب نص الخبر وأضاف ما ينبغي تأكيده من حزب البحث العربي الاشتراكي أن هذا الخبر ليس دقيقا وعار عن الصحة تماما أستاذ بخاري كيف تقرأ هذا النفي هل هذا النفي نوع من المناورة السياسية أم هذا نفي حقيقي نفي حقيقي أن المجلس المركزي لم يجيز اتفاق بشكل نهائي لأن حسب ما معلوم في الساحة الآن أن الاتفاق ذي هو مجموعة من النقاط عليها عدد من الملاحظات من أي طرف هو الوسيقة التي يقوم عليها الاتفاق الإطاري هي وسيقة تستور المحامين وهذه الوسيقة الجانب العسكري قدم عدد من الملاحظات عليها وهذه الملاحظات لم تناقش بالشكل الجيد هل المركز الحرية التغيير قد وافق على هذه الملاحظات أم لم يوافق وهذا في اعتقاد ما يعنيه السيد عادل خطف الله أنه لا زالت نقاط الخراف بين الطرفين في هذه التسوية هي محل أخذ ورد يعني لم تصل فيها الأطراف لصيقة نهائية وصيقة شاملة وكاملة حتى يقدم الاتفاق في شكل متكامل يعني السيد عادل خطف الله يريد أن يقول أنه لا زالت هناك العديد من نقاط الخلاف مستمر حول النقاش متى سيصل فيها إلى اتفاق هذا لم يحدد بعد وبالتأكيد هذا هو من الذي يعني أنه ليست هناك صيقة نهائية للاتفاق النهائي الإطاري تمت إجازة من مجلس الحرية والتوير بالتأكيد لا نريد أن نتشاؤم لكن إذا لم يتم إجازة هذه الوثيقة وإذا لم يتم الاتفاق على هذه البنود لربما تنبأ البعض بحدود حروب أهلية أو اختلافات بين المكونات العسكرية ما هي رؤيتكم في حالة عدم حدوث هذا الاتفاق؟ طبعا الحديث عن أنه الخلافات والتشاكس في الساحة السياسية قد يغود إلى مسائل أخرى بأنه مثلا انفراط الأمن حدوث فوضى أو حدوث حروب أهلية طبعا هذا الحديث برغم أنه فيه درجة من الصحة ولكن لا يمكن أن يطلق كده على إطلاقه لأنه لا زال السودانيين لديهم شيء من الحكمة في أنه لا ينفرط إقد البلد وأن تنتهي بهذا الفهم هذا الفهم يسعى له بعض الدوائر الأجنبية ذات الأطماع في السودان باعتبار أن السودان من أعظم الدول التي تمتلك موارد حتى الآن في عالم اليوم والأطماع حوله كبير جدا يسعى أعداؤه لأنه يصل هذه المراحل مراحل الإنقسام مراحل التفتت مراحل أن هذه الدولة المتماسكة تصبح أكثر من دولة وكل جهة تطلب الانفصال وتنفصل في ظل ظروف سياسية فوضوية هذا الذي يسعون إليه ولكن أنا في اعتقادي أن السياسيين السودانيين يتمتعون بغدر من الحكمة تمنع مثل هذا الأمر أيضا السودان به يعني القوات المسلحة السودانية أو الجيش السوداني يوصف بالمنطقة بأنه من أعظم الجيوش في فريغيا ويمتلك تاريخ وإرث كبير أنا في اعتقادي أيضا هذا الجيش لن يسمح بأنه البلاد تنحدر إلى مستويات فوضوية أو إلى حروب برغم أنه هناك في الساحة يعني العديد من القوات التي لا تنضوي إلى هذا الجيش ولكن حتى الآن التوافق بين هذه الجيوش أنا أفتكر أنه هو توافق جيد وبمستوى يصبح صمام لأمان الإنفراط عقد الأمن أو قيام حروب كل الجيوش الآن الموجودة هي على صعيد واحد وكتلة واحدة يمثل الجانب العسكري كما تعلم الآن يعني أنا لا أعتقد أنه عدم التوصل لاتفاق في التسوية يقود إلى ذلك يعني السيناريو السوداوي المفرط في التشاؤم ولكنه يمنح الجانب العسكري فرصة في أنه يكون الحكومة منفردا وبعد ذلك طبعا من السهل جدا أنه يعلق يعني هذا الأمر على مشجب عدم التوصل لاتفاق ويكون بعد ذلك هو صاحب الحق في تحديد رئيس الوزراء تحديد الحكومة كلها بمستويات المختلفة نعم تباينت أراء الأحزاب حول هذه القضية قضية التسوية والاتفاق الإطاري وغيرها لكن دعنا ننتقل لرأي حزبي آخر حسب صحيفة الحراك السياسي الشيوعي يصف التسوية بأنها في صالح الرأس مالية الطفيلية قال عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي أحمد حامد بأن التسوية المرتقبة بين المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري تصب في صالح الرأس مالية إن الذين يتحدثون عن التسوية السياسية بين قوى الحرية والتغيير والطغم العسكرية الحاكمة ويروجون لديهم مصالح في التعاون مع العسكر لافتا إلى أن التسوية لا تصب في صالح الجماهير الحزب الشيوعي لديه عدد من المواقف الواضحة في عدد من التسويات السابقة والاتفاقات السابقة لربما دخل في عدد من الاتفاقات ثم خرج منها ما هو رأيك في موقفهم في هذه القضية؟ طبعا الحزب الشيوعي له رؤية واضحة منذ خروجه من الحرية والتغيير في بدايات حكومة ما بعد الثورة هو دائما الحزب الشيوعي يأخذ رايا مغايرا لكل الأحزاب الموجودة في الساحة الآن ما يتفق مع الحزب الشيوعي فقط هي لجان المقاومة والشباب الثوريين الموجودين في الشارع الذين يرفعون اللاءات المعروفة لا تفاوض لا شراكة ولا مساومة أيضا الحزب الشيوعي يضع حلا سياسيا أسماه في ذلك الوقت مبدأ الحل الجزري بأن يذهب كل المجموعة لإنقلاب الآن وتحيل محلها مجموعة مدنية بالكامل وهو لا يرضى بجانب أنه يجلس إلى العساكر أو إلى العسكريين في أي مفاوضات أو أي تسوية أي أن كان شكل هذه التسوية لأنه هو رافض لمبدأ الجلوس مع الطرف الآخر لأنه هو يريد الطرف الآخر أنه يذهب بالكلية ويأتي طرف مدني حتى يقبل هو من جديد بالدخول حديثة يعني عضو الشيوعي يعني علي حامد هو يأتي من من ذات الزاوية وإنما هو ينظر إليها من ناحية اقتصادية هو يتحدث عن الرأس مالية الطفيلية ويعود بالناس إلى مصطلحات الشيوعية والمبدأ الاشتراكي في أنه يعني هم دائما ضد هذه الرأس مالية ودائما يفعلون المبادئ الاشتراكية التي قامت عليها النظرية الشيوعية يعني التي يتحدث عن أنجليز وكارل ماركس هذا الحديث هو من باب رفض التسوية السنائية ولكن من بوابة الاقتصاد هو يقول أن هذه التسوية ستخلق جوا مواتيا لهذه الرأس مالية الطفيلية لتنتعش وتعود من جديد وأن الأحزاب لديها مصالح مشتركة مع الطرف الآخر لأن هذه التسوية تصل إلى نهايات وهذا الحديث لا ينفصل عن رأي ومبدأ الحزب الشيوعي الأول الرافض لأي تسوية مع جانب العسكر نعم هناك عدد من المراقبين والمحللين الذين يصفون حلول الشيوعي المطروحة دائما لحل المشكلة السودانية والخروج من هذا النفق المظلم بأنها حلول يوتوبية حلول مثالية للغاية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ما رأيك؟ نعم هو طبعا الأخوة الشيوعيين لديهم فكرهم وهم كما قلت لك يرفضون مبدأ الجلوس إلى طرف عسكري في التفاوض لأي شكل من أشكال الحكومة في السودان هم يريدون أن العساكر يسهب إلى السكنات ويكون المسؤول من هذه المسألة مجموعة مدنية بالكامل وطبعا كما تعلم أن الفترات الانتقالية في كل العالم دائما يكون للجيوش دور والآن الحزب الشيوعي يرفض هذا الدور للجانب العسكري وهو دور أصيل لكل الأطراف العسكرية في الفترات الانتقالية للدول التي تشهد ثورات أو تغيرات كبيرة في مسألة الحكم نعم إذا دعنا ننتقل من الجانب السياسي إلى الجانب الرياضي في أخبارنا الرياضية لهذه الحلقة وخبارنا السادس مدرب المريخ يعلن قائمة الفريق لمباراة الشرطة القضارف أعلن مدرب المريخ البرازيلي هيرون ريكاردو عن قائمة الفريق لمباراة الشرطة القضارف في الدوري السوداني الممتاز أعضمت القائمة كل من محمد المصطفى أحمد الفاتح جرس كافي حمزة داود رامي كارتيلة محمد كسع مازن محمدين أحمد آدم سليمان زكريا التاج عقوب رمضان عجب عمار طيفور ضياء الدين محجوب خوسي مكايا دينيس فريدريك السمان الصاوي أحمد أتيش براين إدنسون إبراهيم كامارا بكر المدينة إسكندر سامويل إريك كامبالي أودو موسيس وموسى حسين ويواجه المريخ نظيره الشرطة القضارفة اليوم الخميس ضمن المرحلة العاشرة للممتاز إذن أستاذ ما رأيك في هذا التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو والذي كان قد أقاله بالفعل قبل عدد من السنوات نعم هو يعني تعاقد المريخ مع ريكاردو يعني هو كان في السابق مدربا للمريخ قبل فترة وهو يعلم تماما يعني طريقة يعني اللاعب السوداني وله تجربة جيدة ولكن أنا في تقديري أن تغيير المدربين أثناء الدور الممتاز وأثناء أن هذا الفريق يدخل في مباريات وإعداد وتقيير المدرب هو دائما يأتي بنتائج سلبي لا يأتي بنتائج إيجابية ويحتاج المريخ لفترة أطول حتى يستطيع هذا المدرب أنه يضع بصمة من جريد بين اللعيبة ويعني تكون هذه البصمة ذات نتائج إيجابية في المباراة المختلفة سواء كانت في الدور الممتاز أو غيرها أنا لا أعتقد أنه ريكاردو يستطيع أن ينتشل المريخ بالسرعة الفائغة خاصة أنه المريخ يعني فقد العديد من النقاط خلال الدور الممتاز في فترته التامنة والتازعة والآن يدخل إلى المرحلة الجديدة نتمنى أنه يستطيع هذا المدرب أنه يحقق بعض النتائج الإيجابية للمريخ وهو يخوض الآن أو اليوم مقابلته مع شرطة القضارف نعم لكن ما المطلوب من لاعبي المريخ للاستفادة من مباريات الممتاز في إطار استعداداتهم للبطولات الأفريقية هو المطلوب يعني أنه يستفيد من خبرات المدرب الجديد برغم أنه الزمن غير كافي لهذه الفائدة بشكلها الكبير ولكن دائما إذا كانت تناقم والانسيام بين اللاعبين والمدرب يسير بشكل جيد تكون النتائج سريعة أنا أتمنى أنه لاعبي المريخ يتعاملوا مع ريكاردو في أنه كيف يستفيدوا منه بأكبر قدر ممكن خلال هذه الفترة الوجيزة هناك بعض المنصات التي عنونت بأن فوز المريخ الأخير لربما هو باب للمصالحة مع جمهوره وتأثير للمدرب الجديد ما هو تعليقك على هذا؟ والله نتمنى أنه هذا الأمر يكون كذلك وأن الجمهور يكون راضيا عن أداء الفريق ونتمنى أن المدرب يقدم أيضا تجربة جديدة وتجربة إيجابية خاصة أن الفريق تعرض لصدمات عديدة في الفترة الماضية نعم ننتقل الآن إلى خبرنا الرياضي الأخير ومدرب الهلال يكشف عن سر جديد بشأن مباريات الممتاز كشف مدرب عام الهلال خالد بخيت سرا جديدا بشأن مباريات الدوري الممتاز حيث قال خالد بخيت في تصريحات للمكتب الإعلامي للنادي الأربعاء إن الهلال بدأ يواجه صعوبات في مباريات ممتاز بسبب أداء الأندية بتكتل دفاعي وأشار إلى أنهم حاولوا خلال الحصص التدريبية على تجاوز أسلوب الأندية الدفاعي وأضف قائلا إحراز الأهداف أمر صعب جدا ما لم نعمل على القيام بالمعالجات اللازمة فخلال الثلاث مباريات السابقة التي خضناها في المنافسة لم يكن هناك تهديف على مرمى فريقنا ولا ركنية لصالح الخصم وهذا بالطبع أمر غريب وأكبر دليل على أسلوب التكتل الذي تتبعه الأندية وعد بخيت بمواصلة العمل من أجل كسر التكتلات واستمرار الانتصارات وكان الهلال قد حقق فوزا على حي العرب ورسودان بهدف دون رد ليصل إلى النقطة الثامنة عشر إذن ما رأيك على هذا الاعتراض الذي وجهه مدرب الهلال خالد بخيت على تطبيق نظام التكتلات الدفاعية هل هذه طريقة لعب الدور السوداني أم هذه طريقة جديدة دخلت على المباريات السودانية هو طبعا من حق أي فريق يعني أنه يلعب بالخطة التي يراها هي سليمة بأنه توصل للنتائج المطلوبة يعني وأنه تحقيق الفوز أنا لا أعتقد أنه المدرب خالد بخيت قد يعني أنا أفتكر أنه هو جانب الصواب بهذا الحديث لأنه لا يمكن أن تتحدث عن أنه الفريق الخصم لديه خطة وأين خطتك أنت يعني كمدرب لفريق عريق لا بد إذا كان الفريق الخصم إذا جاء بأي خطة للعب لا بد أن يكون لك خطة مضادة لهذه الخطة وأنا في اعتقادي إذا كانت الفرق الأخرى تلعب بالنحية التكتل الدفاعي لمنع الاختراق للمرمى بالنسبة للفريق الخصم أنا في اعتقادي أنه هذا تحدي أمام الهلال أنه يخلق جبهة هجومية قوية ويعني لا تكفي لأعزار للمدرب يعني هذه الجبهة الهجومية يخلق المدرب مع لعيبته يعني وهي التي تستطيع أن تخترق الدفاعات وتستطيع أن تحقق الأهداف المرجوة يعني أنا لا أعتقد أنه حديث خالد بخيت سيشفع له إنما المطلوب منه أن يقدم خططا بديلة وأداء جيدا خلال المباراة المتبقية في الدولة الممتاز ليستمر الهلال في تحقيق النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها في السابق نعم نحن متابعون كرة القدم والجمهور السوداني يحب أن يرى كرة هجومية يحب أن يرى مباراة ممتعة للطرفين فيها هجمات وهجمات متبادلة هذا الأسلوب الذي يستخدم من نوع التكتل الدفاعي ربما يربك الخصم قليلا ويقلل من المتعة بالنسبة للمشاهد كيف يمكن أن يتجاوز خالد بخيت هذه المشكلة نعم بالتأكيد أن الجمهور السوداني يستمتع جدا بالكرة عندما تكون غير محدودة يكون فيها حركة واسعة ما بين اللاعبين ويستطيعوا أن يبدعوا في مهاراتهم المختلفة أنا أفتكر أن المطلوب من خالد بخيت مع بقية اللعيبة في الهلال أنه يلعب بشكل جيد ويخلق خطط جديدة ليخترقوا هذه الدفاعات التي تحدث عنها خالد بخيت نعم أشكرك أستاذ بخاري بشرة الصحفي والمحلل السياسي وبهذا نصل معكم إلى ختام أبل بونت العريض لهذا اليوم إلى أن نتقيكم في حلقة قادمة هذا تذكير بالعناوي صحيفة الانتباهة البرهان لم نوقع اتفاقا ثنائيا مع أي جهة وكالات محمد الفكي زالت التمكين عائدة لتفكيك تمكين الإسلاميين صحيفة اليوم التالي عرمان المناخ لا يبشر بحل سياسي صحيفة أخبار اليوم عادل خلف الله لا صحة لإجازة مركزي التغيير للاتفاق الإطاري صحيفة الحراك السياسي الشيوعي التسوية في صالح الرأس مالية طفيلية وفي الأخبار الرياضية مدرب المريق يعلن قائمة الفريق لمباراة الشرطة القضارف ومدرب الهلال يكشف عن سر جديد بشأن مباريات ممتاز إلى أن نتقيكم في مساحة قادمة شكرا لحسن وكرم المشاهدة إلى اللقاء